أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سرط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أهدر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أقلالا فهي إلى الأنقال فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواهم عليهم أن لغتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغريب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحن نحيي الموتى ونكتب ما غدموا وآتارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزتنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بجر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أرصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتقد من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغضي عني شفاعتهم شيئا ولا ينطذون إني إذا الذي غلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غبر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جلد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة ووحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإلا كل لما جميعا لدينا محورون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حربا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العمون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل لس له منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلقه يسمحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضرطهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم ابتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تغتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رغبهم الله قال الذين للذين كفروا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رغبهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في غلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسرون قالوا يا ويلنا من بعضنا من مرقدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محبرون فاليوم لا تغلب نقص شيئا ولا تجسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في غلال على الأرائك مبتكنون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاس اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أغل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نجاء لطمسنا على أعينهم فاستمعوا السراط فأنا يبصرون ولو نجاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضييا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في القلق أفلا يعكنون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهمها مالغون ودللناها لهم فمنها رتوبهم ومنها يحكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محورون فلا يحجنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نقفة فإذا هو غصيم مبين وغرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العرام وهي ربي قل يحييها الذي أنجأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأرض نارا فإذا أنتم منه تغطلون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يقلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كنت يكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر